أظهر استطلاع للرأي يجره معهد البحوث فانلس بوليتكس الإسرائيلي إلى أن حزب الليكود قد خسر عشرة مقاعد خلال فترة كورونا بشكل عام وخلال الشهرين الأخيرين بشكل خاص مقارنة باستطلاع مشابه أجري في شهر أيار منصرم الذي أظهر حصول حزب الليكود على 41 مقعدا ويشير الاستطلاع الجديد إلى هبوط الليكود إلى 31 مقعدا فقط بينما يحصل حزب كحولفان بزعمة بينيغانس على عشرة مقاعد فقط وتسعة عشر مقعدا لحزب يشعتيد الذي يتزعامه رئيس المعارضة يائر لبيدا كما أظهر الاستطلاع ارتفاع تمثيل القائمة المشتركة إلى ستة عشر مقعدا فيما يرتفع حزب يمين المؤيد للإستطان إلى ثلاثة عشر مقعدا ويحصل حزب إسرائيل بتينو على ثمانية مقاعد أما حزب العمل التاريخي فإنه يتهاوى وفقا لاستطلاعات الرأي ولن ينجح بعبور نسبة الحسم